كتير منكم مش عارف ليه كل واحد في الانستغرام على فكرة انتم مش على الانستغرام بتاعي قريدتم روح تعمل فنو كتير منكم كل شوية اعملولي فيديو على جيريمي بوندية انا حطيت كومنت كتبت مين جيريمي بوندوية واحد قال لي ده مينز فيزيك مستر اوليمبيا وقلت انا ما بتابعش اصلا مينز فيزيك اوليمبيا ودي حقيقة يعني مش مش حد ما احترام لأي حد درا حر يعني انا ما بتفرجش الويمينز اوليمبيا ما بتفرجش اي حاجة اصلا غير التو تولف والاوبن بادي بيلدنج انا بادي بيلدر انا حر يعني انتم كمان هتمسكولي فيدي اه مهم مرات في الهير انا مش عارف لو انتم عارفين ولا لا بس جيريمي طلع على مش عارف على سيئة انه ولا قانون كبيرة يعني وهو بيتكلم عن نفسه سمى نفسه مستر اوليمبيا وش كده فهم يعني مش منز فيزيك مستر اوليمبيا لا مستر اوليمبيا كده فهم فمرات في الهير اهلت كالآتي تلقوا الصورة وبعدنا احترام لكم يعني I keep seeing fellow olympia winners of both divisions calling themselves mr olympia of their division I'm going to help you all out this is what mr olympia gets for winning the mr olympia competition if you are not an open class bodybuilder winning the mr olympia open heavyweight division then you are not mr o so if you compete at the mr olympia in september and you win your division that just means you are the champ of that division you're not mr o and if you think you are I kindly suggest you go check your trophy wall if a sandow is in there then it should help with the confusion of using the title that isn't yours boom it is disrespectful to my man's hard work and the 12 other mr olympias who stood on that stage the comments are off this isn't up for discussion or the debate. يعني بتقول ان هي دايما عمالة تشوف ابطال في الاولمبيا مسميين نفسهم mr olympia اكيد بتتكلم على جارمي يعني. فهي هتساعدكم. هي بتقول انا هساعدكم. ده اللي mr olympia بيكسبه في الميستر اولمبيا. وطبعا مورية السندو تروفي الاصلي. لو انت مش في الوزن المفتوح وما كسبتش الميستر اولمبيا في الوزن المفتوح فانت مش ميستر اولمبيا. فلو انت هتنافس في ميستر اولمبيا في شهر جاي شهر تسعة اللي جاي. وكسبت الكاتيجوري الكاتيجوري يعني او الفصل او الوزن بتاعك انت مجرد البطل بتاع الوزن ده انت مش مستر اوليمبيا ولو انت فاكر ان انت مستر اوليمبيا اقترح انك تروح تشوف المكان اللي بتحط فيه المديليات بتاعتك ولو لاتش سندو عليها يبدا المفروض يساعدك في التشتت اللي عمك اللي انت تسمي نفسك مستر اوليمبيا ده اللي تحترام لجوزي وتعبه والي اتناشر مستر اوليمبيا زي اللي قابله الكممنتس مطفية الموضوع ده مش لنقاش هنا بقى هنختلف الموضوع لنقاش وفتح لكم الكممنتس انتوا بقى قولولي رايكو ايه لانا متعرفش متعرفش انا مش بقول ان انا حكسب في ال 212 مش بقول كده بس متعرفش اه العلم عند الله والواحد بيكتهد وبيعمل عليه بس سبك من ده انتوا يرايكو. هل اللي بيكسب مثلا ال 212 اوليمبيا يعني مثلا عندنا فليكس لويس كاسب ال 212 اوليمبيا 6 مرات جريمي كاسب المنز فيزيك اربع مرات وعندك بريون كاسب الكلاسيك مستر اوليمبيا فهل انا عوة انا دخلت على فكرة على البروفايلز بتاعتهم يعني هم محدش فيهم على فكرة مسمي نفسه مستر اوليمبيا يعني لو بصيت على فلكس لويس حتلاقي انه كاتب على نفسه two twelve مستر اوليمبيا مش مستر اوليمبيا فهو يعني انا شايف اللي يكسب الوزن بتاعه في مستر اوليمبيا هو مستر اوليمبيا بتاع الوزن ده جرامي برضو نفسي حاجة كاتب منز فيزيك مستر اوليمبيا يعني هو فعلا مستر اوليمبيا بتاع الوزن ده فانا مش شايف اي مشكلة هو بس طبعا المشكلة ان كان في فيديو كده لجيرمي بيعملوا عليه حلقة يعني على اظن سي ان ان ولا قناة كبيرة كده وقال لهم ان هو مستر اوليمبيا فيعني بكل احترام يعني بس ده تخلف شوية يعني هو فعلا انا بصراحة فعلا شايف عدم احترام لان انا لو يعني غمض عيني كده نفترض ان انا بالتو توالف اوليمبيا ما قدرش اسمي نفسي انا مستر اوليمبيا لازم دايما تو توالف تيجي قبل الكلمة دي قبل مستر اوليمبيا لازم تو توالف تنحط يعني فبس انا 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 ده رائي يعني انا مع انتو بقى ايه رأيكم يعني هل ممكن مثلا لو انت يوم الايام مثلا كسبت مثلا مانس فيزيك او مانس كلاسيك مستر اوليمبيا بامانة بامانة هترجع تقول للناس في بلدك ان انت مستر اوليمبيا ولا هتقولهم لا انا كلاسيك مستر اوليمبيا اه فالدنيا رأيكم في الكومنتات سيبة مفتوحة اه ام وانا بصراح انا مش شايف هي عملت حاجة غلط يعني هي اها يعني واحدة بتحب جوزها ومثلا ده اكيد هي بتتعب معها انا عارف طبعا ام يعني امثلا لو انت متجوز وحدة كويسة اه بتبقى انتو ايه زي الفريق زي التيم واحد يعني واكيد هي بتتعب معها طبعا في الدايت وهي بتعمله الاكل وبتعمله كل الكلام ده يعني اه انا بتكلم طبعا انا حسب الخبرة بتاعي يعني مش خبرة انا حسب بتاعي لان انا امراتي بتعمل الاكل وبتجيب لي الاكل وبتحضر الاكل وبتحضر شنطتي لما جاي اسافر وكل ده فاحنا زي فريق انا وهي يعني اه بس فقدوني رأيكم في اللي هي قالتو وهل كلامة صح هل في منطق في كلامها ولا لا كومنتات سبسكرايب يا جماعة القناة نشوفكو الحلق الجاية